جمي بيها في نص شعبان نص شعبان لازم تعمل الطريقة دي هتخلصك من كل السحر الموجود في حياتك حتى لو السحر ده أسود والحسد والعين والنظرة والمشاكل وفي أمور كتير وقفة في حياتك هتقدر بإذن الله تفكيها وانت جاعدة تعال مع بعض نشوفوا إيه المكون ده ونستخدمه إزاي طريقة بجد تستاهل يعني أن انت تعمليها حالا لأنها مجربة ومضمونة ومكوناتها سهلة وبسيطة جدا لكل الناس كل حد بيسمعني يقدر يعملها ياريت ما تبخلوش عنا بلايك للفيديو واشتراك للقناة لو حابين تعرفوا هي ايه الطريقة تعالوا مع بعض نكمل السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين تعالوا مع بعض النهاردة هقول لك طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا لازم تعمليها في منتصف شهر شعبان طبعا كل سنة وانتوا طيبين احنا في نص جربنا خلاص على نص شعبان لازم تعمل الطريقة دي في نص شعبان والايام اللي حوالين نص شعبان واللي جاب له نص شعبان لازم جاب له نص شعبان ما يجي عليك تعمل الطريقة دي حالا وضروري ولازم لازم لازم لو عندك اي مشاكل عارض او سحر او حسد او عندك اي مشاكل من النوعية دي لازم تعملي الطريقة دي بالمكوم بتاعنا ده طبعا زي ما انتم شايفين الطريقة طبعا ممكن تكوني ما تعرفهاش وناس كتير جدا جدا غايبة عنها لكن الطريقة دي اسهل طريقة هتغير حياتك هتغير حياتك من مشاكل من حسد من عارض من سحر سفلي من كل المشاكل دي اللي في بيتك هتقدر بيها تتخلصي من كل المشاكل دي بمنتهى السهولة وعايز اقول لك ان الطريقة دي فعالة جدا ومش هتحتاج ان انت تكرريها تاني تعالوا مع بعض نشوفي ايه الطريقة دي لو عندك اي عرض من اعراض السحر او الحسد في بيتك يعني بيتك في مشاكل او حياتك فيها لغبطة في مشاكل بينك وبين الشريك او بينك وبين زوجك او بينك وبين اخواتك في مشاكل انت عارفة ومتأكدة انها ما كانتش زمان وانها حصلت بسبب سحر بجا تفريج بينك وبين الشخص ده او بسبب غيرة او بسبب عين جوية كده وحسد دخل البيت ما طلعش منه بتعملي بخور او تقطجة ملح وبتزيد معاك المشاكل تعالوا مع بعض نشوف الطريقة طبعا كلنا عندنا الصبون الصبون بتاع غسيل الوش او الصبون بتاع غسيل الادين تمام الصبونة غسيل الوش او غسيل الادين دي لازم تعمليها بالطريقة اللي هجلك عليها دي وهتعمليها مرة واحدة هتستمر معاك طول العمر تمام هتستمر معاك طول العمر هتجيب صبونة في الأول هنسمي الله وتجيب صبونة تكون صبونة ما استخدمتيهاش قبل كده لسه فتحها من العبوة بتاعتها ومطلعها أي نوعية صبون إدين أو صبون وش تمام؟ مش الصبون التاني أي نوعية في البيت حتى لو أصغر من كده بكتير هتاخذ الصبونة دي تبدأ تخسل بيها أديكي ولو الحسد والسحر في البيت لأكتر من شخص هيخسلوا بنفس الصبونة يعني هتاخذي ولادك كده وجوزك وهتبدأ تخسل أديكم بمية نظيفة جدا 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 ما فيهاش أي غبار أو أي شيء عليها مية زي الفل تمام؟ وتبدأ تخسل إيديكي وإدين ولادك بالصبونة دي إيديكي وإدين ولادك بالصبونة دي وبعد ما تخسل إيديكي وإدين ولادك هتاخذي الصبونة دي تنشف فيها كويس من المية كويس جدا وطبعا الطريقة دي هنعملها إمتى؟ قبل ما كملها هتعمليها الأيام اللي ما بين اللي قبل نص شعبان واللي بعده نص شعبان ونص شعبان يعني بصوا الدائرة الأيام يعني مثلا قبل نص شعبان بكم يوم ونص شعبان وبعد نص شعبان بكم يوم خلاص كده المهم ييجي عليك نص شعبان وانت عاملة الطريقة دي يعني لو بتسبع الفيديو حالا نفزيها قبل ما ييجي عليك نص شعبان وإذا جاء نص شعبان عليك برضو عمليها وإذا عدى بعد نص شعبان كم يوم في الشهر ما فيش مشاكل برضو ان انت تعمليها خلاص كده وبعد ما خلصت غسيل في الإيدين والاستغفار يعني وانتو بتخسلوا أديكم تستغفر اللي حتى لو ولادك صغيرين قولي لهم رددوا الاستغفار وانتو بتخسلوا أديكم كويس جدا وبعد ما هتخلصي هتنشف الصابونة كويس خالص وتلف فيها بشاشة بيضة أو بجماشة بيضة نظيفة ما يكونش سبجلك ليها انها تحطط على جسم حد جماشة نظيفة جدا تمام؟ وهتبدأ تحطيها لو انت عندك نوع من أنواع المسكة حتى لو نوع بسيط غلي في الجماشة دي كويس خالص بي المسك وابدأ يحطي الصابونة واللي فيها كويس فيها وهتاخد الصابونة دي وتحطيها في فوق الدولاب بتاعك تمام؟ خلاص كده بعد ما نشفتيها كويس طيب بعد كده هتجيب المصحف وتبدأي تقرأي صورة الزلزلة صورة الزلزلة هتقرأيها 13 مرة صورة الزلزلة 13 مرة وبين كل مرة ومرة هتستغفري يعني اقرأي أول مرة ما بين التلتاشر دول أول مرة وبعد ما تخلصيها وتقولي صدق الله العظيم ابدأي وصورها يعني وآياتها صغيرين قليلين هتبدأ أن انت تستغفري كتير جدا وتبدأي تقرأيها المرة التانية والتالتة خدي من أول يوم لآخره وانت كل ما تفضي اقرأي مرة بس المهم تكوني عداهم 13 مرة 13 مرة تمام وبعد ما خلصتي حابة تعملي لبيتك رش بالملح في الأرضيات وعندك متوفر ملح خشن ما فيش مشاكل عندك ملح بيتي من العادي ده رشي في أركام بيتك ما فيش ومش حابة ترشي خالص علشان ما حتش ياخد باله أو علشان تعايش في بيت عيلة أو لأي سبب من الأسباب خلاص ما ترشيش تمام هتعملي طريقة الصبونة وتقرأي صورة الزلزلة 13 مرة وعموما صورة الزلزلة 13 مرة بتفتح كل الببان المكفولة وبتمنع السحر نهائي حتى لو السحر ده سحر جن وليعوزوا بالله تمام حتى لو سحر جن مش سحر إنس وبس لا ده حتى لو سحر جن آآ تمام هتلقي نفسك بينفك زي الخيط المتعجد مليون عقدة وبيبدأ ينفك الوحده تمام آآ هتبدأت لحظي ده يعني هتبدأت لحظي البجا آآ فعالية الوصفة من تاني يوم من تاني يوم انت هتعمليها يعني لو عندك مثلا مشاكل مادية هتلقي سبحان الله الماديات بتاعتك أصبحت حلوة يعني آآ في انفراجات في انفراجة عموما هيكون في انفراجة ماديا وانفراجة آآ لو في شيء معين وأمر معين متأخر في حياتك وعملك مشاكل هتلقي لو في سفر لو انت عاوز تسافر هتلقى بدأت المشاكل دي تنحل وبدأت العجد دي كأنه خيط يعني تخيل خيط مربوط مليون عجدة تمام وبينفكل وحده بدون مجهود منك لمجرد ما تعمل الطريقة دي الصابونة دي فوق الدولاب ما تقربش عليها خالص وكل ما تنظفي تسبيها مكانها بعد ما نشفتيها كويس بعد ما نشفتيها كويس وغسلوا بيها ايديهم ولادك هتيجي بعد ما يخلص شهر شعبان ويدخل رمضان في نصه برضو هتطلع نفس الصابونة وتخسل بيها الادين تاني وتشيليها تاني لنص الشهر اللي وراه وهكذا وهكذا كل نص شهر يستحسن على الاقل اعمليها تلات شهور وراه بعد في نص الشهر وبعد كده ما تعمليهاش لكن لو حابة تعمليها كل نص شهر تمام اعمليها ما فيش مشاكل عشان تتأكدي انه لو سحر خلص او عشان ما يرجعش يتجدد او علشان لو حسد تبعد نهائي بشكل نهائي خلاص ما فيش اسهل من كده صورة الزلزلة 13 مرة مع الاستغفار في الفواصل بين الايات بين الصور مع الفواصل اللي بين الصور ده هيمنع وجود السحر من بيتك نهائيا وخصوصا في نص شعبان وما جاب لنص شعبان بكم يوم وما بعد نص شعبان بكام يوم يارب تكون الطريقة سهلة وبسيطة عليكم ويخدوا بالكم طريقة زي دي ما فيش اي مجهود من غير ما تعمل يكشفه من غير ما تطلع بره بيتك هتقدر تتخلصي من الحسد والسحر والمشاكل الوقف اللي في الماديات وفي الامور اللي في حياتك عموما ايا كانت الامور دي تمام يا ايتم ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وانتظرونا في وصفات جاية الان